اشتركوا في القناة عام 2023 رح ينتقل كوكب المشتري من برج الحوت لبرج الحمل في تمام الساعة 22.31 دقيقة عصرا من عصر يوم الثلاثاء عشرين اتناش رح ينتقل كوكب المشتري لبرج الحمل ورح يظل في برج الحمل لغاية الساعة 15.19 دقيقة من مساء يوم 16.05.2023 بعدها بده ينتقل لبرج الثور في حركة امامية حتى الساعة 22 من بعد ظهر يوم 49 بده يظل بالحركة الامامية بعدها بده يبدأ في عملية التراجع اللي هي رح تبدأ من يوم 4 تسعة وحتى يوم 31.12.2023 الساعة 22.40 دقيقة صباحا يعني عشان ما يتخربطوا بعض الاشخاص وقول لك دخلنا في دوامي احنا ما فهمناش اشي هسا ننقسم احنا عشان انتوا تكونوا فاهمين الصورة اوضح ننقسمها لثلاث فترات الفترة الاولى هي فترة مكوث المشتري في برج الحمل بس يعني رح يظل في برج الحمل وبعدها بطلع من برج الحمل ما رح يرجع للحمل مرة اخرى فهي المرحلة اللي رح تكون من يوم 20.12 ولغاية يوم 16.5 هاي الفترة تعتبر الفترة المميزة لموليد برج الحمل درجة اولى والابراج النارية والابراج الهوائية هدول اللي رح يستفيدوا في هاي الفترة ايجابيا طبعا كثير من موليد الابراج برضو رح يستفيدوا يعني في لهم فوائد ولكن تختلف على حسب برجه او الاشي واثنين على حسب المشتري وين كان في لحظة ولادته يعني اذا المشتري في لحظة ولادتك كان في برج ناري او هواي فانت من اكثر الناس اللي رح يستفيدوا من وجود المشتري في برج الحمل اما اذا كان المشتري موجود في برج ترابي او هواي معناته انت المرحلة الثانية او اللي هي الفترة الثانية هي اللي انت رح تستفيد فيها الفترة الثانية هي انه المشتري رح ينتقل لبرج الثور في حركة امامية واللي هي من يوم 16.5 ليوم 49 صحيح انه دخوله على برج الثور رح يعمل اقتران مع اورانوس رح يشكل زوايا حادة ولكن برضو بظل بحركة امامية اغلب الوقت رح يكون في نوع من انواع السعادة ولكن مش بقوة مكوثه في برج الحمل واللي هي هاي الفترة من يوم 16.5 ليوم 49 فهنا اكثر اللي بيستفيدوا من هاي الوضعية هم اصحاب الابراج الترابية موليد برج الثور اولا وموليد الابراج الترابية وموليد الابراج المائية وكل شخص تواجد برضو المشتري عنده في برج ترابي او برج مائي هسا في الفترة الثالثة اللي هي المرحلة الثالثة اللي هي الفترة اللي اساسا المشتري بفقد فيها حضوضه يعني هو وقلته بالسوى الا اذا شكل زوايا قوية جدا ففي فترة الزوايا القوية جدا هو رح يشكل ايجابا او بتزيد سلبيته بزيادة فطبعا هو رح يدخل في زاوية الاقتران وزاوية الاقتران هاي مع اورانوس يعني شوي رح تضغط عليه بشكل اكبر فاحنا منقول هنا المشتري بفقد حضوضه بالكامل وما من اعتمد على الحضوض فيها ولا من غامر ولا من راهن ولا من اطلع المشتري اساسا وين موجود اللي هي الفترة اللي بتيجي من اربعة تسعة لغاية يوم واحد وثلاثين اطناش هسا في كثير طلعوا وحكوا انه الذهبيين والملوكيين والملك والمش عارف ايش والحظ والمطلق يا عمي طيب السنة الماضي كان بالحوت اسألوا لي جماعة الحوت بالله ايش هالفوائد الكبيرة العظيمة اللي حصلوا عليها طمام اغلبهم قضايا وعندهم مشاكل ومطالبات مالية وطلاق وانفصال وخيانات حتى انخذلوا من بعض الاشخاص وفقدوا علاقات وهذا والمشتري وكان موجود عندهم اغلب الوقت ليش طيب ليش انتوا باقي الابراج ليش ما استفدتوا لانه اساسا هو كان موجود في مكان شكل زوايا سلبية اغلب الوقت واتراجع في اغلب الوقت انتقل للحمل ورجع للحوت مرة اخرى فليش اعيشك بالوهم يعني ماشي فيه اشخاص باستنوا التوقعات بدهم طاقة ايجابية انا بالنسبة لي والله فترات بقول خليني اصير اكذب زي هالدنيا هاي واعطيكو طاقة ايجابية وخلص بلاش هاي الزوايا السلبية ومنتحس ومش عارف ايش وهذا ولكن في النهاية انا بسيء لعلم الفلك يعني مش بسيء بس لحالي لا وكمان الناس رح تيجي ودولك ما هايو ما زبطش انتوا بتحكوا ايش وبصيرش كل الناس حكت يا عمي مش كل الناس حكت انت بتسمع الناس اللي انت بدك تسمعهم اللي هم بيعيشوك بالوهم انا بالنسبة لي وفيه زي اشخاص برضو ما بعيشوا بالوهم بعطيك الايجابيات وبعطيك السلبيات بعطيك الايجابيات عشان تستغلها وبعطيك السلبيات عشان تحذر منها اذا انت حابب تروح والله ناس تضحك عليك فانت حر طيب الان حكينا الفترة الثالثة هي الفترة السلبية فعشان هيك هدول الفترات الثلاثة احفظوهم جيد وبشكل جيد عشان انه ايش ما يجي حد اخر السنة يقول لك انتو حكيتو وانتو ما حكيتو ماشي وبرضو تعرفوا امتى الانتقالات وانا في كل انتقال بشرح بشكل موسع عشان هيك الان عشان يعني في اشي احنا منسميها ذاكرة الطيور او ذاكرة العوام اللي هي اساسا منيجي منحكي مثلا بعد اربعة تيام وخمس تيام بنسو شو انا حكيت فبقول لك وين وليش طيب ليش الوضع عندي مش مزبوط ليش انا ما استفدتش ليش ما عنديش لانه هو ما بحفظ فعشان هيك انا كل فترة بتعمد انه في فترة انتقال للكوكب اذكر عن انتقاله واحدد اوقاته بشكل صحيح عشان المدة طويلة يعني انا لما بدي ااجي هسا اقول لك عن انتقاله اللي رح يصير لمثلا المستوى الثاني او المرحلة الثانية اللي هي من ستة عشر خمس لغاية أربعة تسعة لبرج الثور اذكر لك هيها الان بس يصل هذا التاريخ انت رح تكون ناسي اساسا انا شو حكيت ولا شو هاد ولا ناسي يدوب من ذكر شو اكلة بارة الحلقة الاولى اللي هي الفترة الاولى الحلقة الثانية اللي هي اليوم طبعا رح نحكي عنها الفترة الثانية اللي هي في وقتها يوم ستة عشر خمس بنحكي عنها والفترة الثالثة اللي هي يوم أربعة تسعة بنحكي عنها معناته اليوم احنا رح نحكي عن المرحلة الاولى اللي هي من يوم الثلاثاء اليوم اللي هو اليوم اللي رح ينتقل فيه من عشرين اتناعش لغاية ستة عشر خمسة اللي هي فترة وجود المشتري في برج الحمل كوكب المشتري كما هو معروف كوكب الحظ والسعادة الأكبر اللي بيمنحنا الحكمة والكرم والسعادة والثراء والاعتداد بالنفس التفاؤل والطموح والميل للسفر اكتساب المعرفة المرح الإبداع والنشاط هدولة اللي بيمنحنا إياهم طيب لما بصير سلبي شو بصير؟ بفقد كل هاي الأمور يعني هاي الأمور كلها بتروح بالهواء وبيزيد عليها إيش؟ بنصير ديكتاتوريين بنحب فرض السلطة والسيطرة ومحبة الذات والغيرة بيزيدوا عليهم عادة المشتري بيمكث فيه كل برج سنة عشان هيك ليش السنة هاي؟ هو فقط بده يوعد اللي هي فترة الخمس شهور ونص وبعدين بده ينتقل للثورة لأنه في الفين واثنان وعشرين هو مكث تقريبا بحدود تكملة السنة ما بين حركة أمامية وما بين تراجعية فهو بيمكث سنة في كل برج ممكن خمس شهور بعدين سبع شهور ممكن تتقسم حسب حركة الأمامية وحسب تراجعه لأنه هو بيعمل الدورة كاملة حوالين الخارطة الفلكية بـ 12 سنة ماشي؟ بيستفيدوا خلال الفترة هاي اللي احنا عكينا عنها لهم موليد برج الحمل في تحقيق إنجازات مهمة ما بيكون من السهل تحقيقها من قبل وهي مغيرة على حسب كل شخص لا آخر زي ما ذكرنا حسب إنه المشتري وين موجود فإذا كان موجود هو في الحمل وإنت أساسا موجود عندك لنفترض بالجدي أو بالعقرب أو بالعذراء أو بالسرطان أو بالثور فإنت أساسا ما رح تستفيد بشكل كبير من وجوده ولكن إن تواجد المشتري في ساعة ولادتك في برج ناري يعني بالأبراج النارية معناته أو بالأبراج الهوائية فإنت رح تستفيد إن كان بالدلو، بالقوس، بالميزان، بالأسد، بالجوزاء كلها هدول الأشخاص برح يستفيدوا طيب بالنسبة لكوكب الحض هو له أثر كبير على كافة مواريد الأبراج ولكن في مجالات على حسب شو البيت اللي موجود يعني رغم إنه إذا كان الآن في برج ناري وإنت برضو عندك المشتري في برج لنفترض ناري أو هوائي معناته أنت من المحظوظين ولكن في إيش رح يكون حظك؟ خلينا نشوف برج الحمل بالنسبة لما أوليد برج الحمل طبعا هم الأكثر حظا في أكثر من مجال بيحققوا إنجازات ما بيكون من السهل تحقيقها من قبل طبعا على حسب حق الإختصاصك ممكن يكون زواج ممكن يكون ارتباط ممكن يكون شراكة جديدة ممكن عمل أو منصب ممكن يكون سفر يعني على حسب أنت إيش بتشتغل ممكن ست بيت يجيها بيت جديد أو تنتقل لبيت جديد أو يصير عندها فرح كبير أو تزوج أحد أبنائها أو ما كانش عندها حمل يصير عندها حمل يعني تختلف على حسب حق الإختصاصك طبعا كل موليد برج الحمل كل واحد على حسب حق الإختصاص ورح يجي ميزة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا يعتبر المشتري في بيت متاعبهم ولكن هنا المشتري ما بتسمى في بيت المتاعب هو بتسمى ببيت المؤسسات الكبيرة شركات كبيرة دولية فهي ممكن يصير لك عمل في شركة كبيرة أو مؤسسة كبيرة أو مؤسسة دولية مثلا أو بإشي العلاقة بالسجون أو العلاقة بالمستشفيات هاي كلها مؤسسات كبيرة طبعا بيفتح مجالات بشكل واسع جدا ممكن شخص مسجون ويتحرر برضو يكون من موليد برج الثور أو يجي عروض كبيرة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا أغلب مكاسبهم بتكون من النشاط الاجتماعي وعلاقاتهم معارفهم الأشخاص اللي بيعتمدوا عليهم برضو ممكن يجدوا أصدقاء جدد بصيروا من حولهم بيدعموهم بالفترة هاي أو بيعززوا من طاقتهم أو من أعمالهم أو إنجاز ويحققوا بعض المكاسب من خلال العلاقات والمعارف والأصدقاء برج السرطان بالنسبة لبرج السرطان بيدفعوا بمصالحهم الاجتماعية لا سيما في مجال العمل رح تجدوا أنه في خلال النصف الأول من العام كثير من اللي بيشتغلوا في مجال الميديا مثلاً أو مواقع التواصل الاجتماعي رح ينشهروا أو رح يصير لهم شهرة بهاي الفترة برضو ممكن ترفيع أو ترقي في شركة أو في عمل معين أو يتسلموا منصب يعني تفتح لهم مجالات في مجال العمل ممكن يصير مدير أو صاحب شركة هذه طاقة إيجابية لأنه هذا بيت السمعة معناته بدي يعطيه إشي يشهروا بسمعته برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد البيت التاسع لهم يعتبر بيت للدراسة الجامعية لدراسات العليا للسفر البعيد الهجرة العلاقات مع الأجانب الاستراد والتصدير الشؤون القضائية إن كان بيشتغل بالقضاء ممكن يصير قاضي أو ممكن عنده قضية تنحل وتنحسب لإله ممكن يعني كل المجالات اللي ذكرناها حتى العلاقات مع الأجانب أو يتعرف على أصدقاء خارج البلاد أو يجي دعم من أشخاص خارج البلاد يعني كلها هاي على حسب حق الاختصاص موليد برج الأسد برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتتركز هي على البيت الثامن اللي إلو علاقة بالمكاسب المالية اللي مصدرها تعويض تركة شراكة مثلا ميراث إلو أموال عند تأمين بيستردها دعم من أشخاص حوالي مال الزوج برضو أو الزوجة يعتبر هاي أموال مشتركة برضو الأمور اللي إلها علاقة بالضريبة مع أموال بتستردها إشي محجوز عليه مثلا أموال محجوز عليها للضريبة بتحصلها شراكات جديدة تدخل فيها الأمور اللي إلها علاقة بكل شيء أي مال مش إلك لحالك معك شريك فيه بأي مجال من المجالات مكاسبك بتكون في هذا المجال برج الميزان تتركز طبعا بالنسبة لموليد برج الميزان لأنه مقابلهم تماما ولكنه بما أنه المشتري وفي الحمل وأم برج هوائي معناته كثير من موليد برج الميزان الحظ رح يدعمهم في مجال الشراكة علاقتهم مع أزواجهم أو رح يتزوجوا أو عمل جديد أو بفتحوا شركة جديدة أو على المستوى العاطفي تتطور العلاقة ما بينهم وبين شخص لدى مرحلة الارتباط ولكنها فترة ممتازة جدا ومثمرة على الشراكات بأنواعها تعطيهم طاقة تعطيهم إيجابية وبتفتح لهم أبواب ممتازة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا على مجالين المجال الأول هي تعطيهم على المستوى الصحري يعني ممكن بعض موليد برج العقرب أو أحد موليد برج العقرب يكون مريض ومش قادر يشخص المرض ولكن بالفترة هاي بيقدر يشخص المرض ويخذ العلاج الصحيح بالفترة هاي ممكن يتعالج من مرض عضال مثلا وتطلع نتائج إيجابية ممكن هذا الشخص يجد دواء مناسب ل شيء معين هو بيعاني منه يعني على المستوى الصحي فهي ممتازة جدا وبرضو على مستوى العلاقات مع الزملاء تتوضد أكثر وبرضو ممكن أنهم يدعموا بتصويت أو ترجيح لأعمال مهمة جدا ويستلم منصب أو عمل جديد يدخل في عمل جديد أو يجي عرض لعمل جديد يدعموا بشكل قوي ويكون لصالحه ولكن بدهم يحذروا أنه خلال فترة الحقب الأولى اللي هي نص السنة الأولى عندهم قابلية كبيرة لزيادة الوزن برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا هم اللي كثير رح يكون عليهم العين بالمكاسب خلال هذا اللي هي النصف الأول من العام لأنه الحظ رح يجي على المستوى العاطفي على المستوى المالي عن مستوى الترفيه عن مستوى التجميل عن مستوى الأحبة عن مستوى الأبناء عن مستوى الحمل أيضا والولادة على مستوى الأفراح على مستوى المناسبات يعني في كل المجالات رح تفتح لهم مجالات قوية جدا حتى طاقتهم بتكون عالية جدا لدرجة أنه كثير من الناس رح تتقرب لألهم والحظ بيدعمهم برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتتركز الاستفادة كلها على المسائل اللي إلها علاقة بالبيت العائلة العقارات يعني أول إشي البيت والعائلة ممكن فرحة زواج أحد الأشخاص عودة بعض موليد برج الجدي من دولة هو مسافر إلها برجع لبلده الأم مثلا بنجاح عالي أو بشهادة عليا أو بفتح مشاريع اللي بيشتغلوا في مجال العقارات برضو رح يستفيدوا بحلوا مسألة لها علاقة بالعقارات كانت مستحيلة بالفترة الماضية ممكن ينقلوا من بيت أو يغير ديكور بيته أو أثاثي جديد أو فرحة متتالية لأفراد العائلة يعني في استقرار كامل بيكون على مستوى البيت والعائلة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هنا العلاقة كلها رح تكون على مستوى اللي بيشتغلوا في مجال السيارات الإلكترونيات اللي بيشتغلوا في مجال الدراسة أو التعليم أو الطلاب الإبتدائي والثانوي رح يدعمهم بشكل قوي برضو المشتري على مستوى علاقاتكم مع الإخوة اللي بيكون في نزاعات أو خلافات ما بينه وبين إخوته ممكن يتصالحوا أو يتقاربوا بالفترة هاي على مستوى الإقناع وسرعة البديهة والترويج والتسويق هاي كلها إيجابيات ورح ينشطوا برضو بالسفريات القصيرة والتنقلات بشكل كبير خلال النصف الأول من العام برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا هنا المشتري بده يدخل على بيت المال وبما إنه رح يدخل على بيت المال معناته في مكاسب مالية أغلبها بتيجي من عمل إضافي مستردات دعم هبات هدايا وبرضو بيقدروا يحلوا قضايا مالية كان صعب إنهم يحلوها أو كان عليها مشاكل بالفترة الماضية الفترة هاي ببلش الحل هاي المسائل أو بدخلوا في غمار حلها أو بجدوا الخطوط اللي بتساعدهم على حلها فهنا هاي الأمور بتدعمهم على المستوى المالي بشكل كبير ولكن مش إنه المال بنزل عليهم من السماء أو إنه ممكن يلاقي كنز ممكن يربح يا نصيب ولكن هاي نعطيها باحتمالات ضئيلة جدا مش كل موليد برج الحمل برج الحوت ولكن في مكاسب مالية ومونهم أشخاص ممكن تصيب معهم ويصيروا في خط الثراء مثلا هيك من كون انتهينا من حلقتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء من حر格 for我們 شكرا وحفظه إلى اللقاء لا quasوع سبحانك اللهم يضر علم والان لبعا